القوات العراقية تستعد السيطرة على مطار الموصل صباح اليوم في إطالة العملية التي تستمر منذ أشهر لإخراج عناصر داعش من ثاني أكبر مدينة في العراق المطار تم تدميره بالكامل من قبل عناصر داعش قبل انسحابهم وهو تحت سيطرة الشرطة العراقية بالكامل الآن مطار الموصل يقع في جزء الغربي من المدينة وقد شاركت في تحريره قوات الردع السريع والشرطة العراقية كما تمكنت هذه القوات من إخراج عناصر داعش من المناطق المحيطة بما فيها معمل السكر القريب من المطار القوات العراقية تمكنت من تحرير المطار بعد قصف عنيف ومكثف من قبل طيران التحالف الدولي والمدفعية العراقية استمر عدة الساعات القوات تقوم بمحاولة جديدة لاستعادة الجزء الغربي من المدينة بعد الإعلان عن تحرير الجزء الشرقي تماما